وينضم إلينا من العاصمة الهندية نيو ديلهي موفد التلفزيون المصري محمد عبد الله بعد التحية محمد يعني ضعنا في تفاصيل ما شهده اليوم من محطات خلال زيارة الرئيس السيسي للهند وما هو متوقع من لقاءات خلال الساعات القادمة نعم يعني كما كنا نتابع ومثلما خرج المؤتمر الصحفي لسيد رئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الهندية تم ترقية العلاقات ما بين البلدين إلى العلاقات الاستراتيجية خطوة هامة جدا في تاريخ العلاقات المصرية الهندية الممتدة على مدار 75 عاما ورغبة من كلا الجانبين لتنمية هذه العلاقات في مختلف المجالات هذا فيما تعلق بأبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي بالإضافة إلى أمور الأخرى ولكن سأفنعود إلى التفاصيل المؤتمر الصحفي ولكن نبدأ اليوم الحافل اليوم لسيد رئيس عبد الفتاح السيسي والذي كانت بدايته في صباح اليوم باستقبال رسمي في القصر الجمهوري من قبر رئيسة الجمهورية الهندية واستقبال حافل لسيد رئيس وكانت هناك جلسة تموحفات مع سيد رئيسة جمهورية الهند تلتها لقاء آخر عقده واستقبال السيد رئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الهندية أيضاً بالقصر الجمهوري تلت هذه الخطوة وهذا اللقاء قيام السيد رئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إقليل من الظهور على قبر المهاتة غندي وخطوة رمزية تشير وتؤكد على الترحيب من الجانب المصري بالثقافات وبرموز هند في مختلف المجالات وكانت هذه المحطة ونحن الآن في مقر مجلس الوزراء الهندي لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الهندي تحدث بداية بالترحيب وبالشكر للجانب المصري على الحضور وعلى التشريف لحضور يوم الجمهورية هذا العيدة الوطنية الغام لدى الجموع الشعب الهندي سواء على المستوى الرسمي أو المستوى الشعبي وأشار إلى أن حكمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤياته كانت دافعاً كبيراً لدفع العلاقات الثنائية ما بين مصر والهند في الأونة الأخيرة ووصلها إلى هذه الدرجة من التقارب وهي درجة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين تم توقيع عدد من الاتفاقيات الغامة تأخذ هذه العلاقات إلى مجالات أرحب سواء في الأمن السيبراني أو في مجال الأغذية والزراعة وأيضاً في المجالات الزراعية الأخرى ومجال الشباب ومجال الإعلام كلها اتفاقيات هامة جداً تلقن العلاقات الثنائية ما بين البلدين إلى رحاب أكبر تم أيضاً اتفاق على أن يتم زيادة الاستثمارات المصرية الهندية خلال الخمس سنوات عن مقبلة إلى 12 مليار دولار وهو ما يشير إلى تنامي العلاقات ما بين كلا البلدين في شهر بعد شهر وهناك الأهم أن ما أشار إليه السيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي بأنه تم الاتفاق مع الجانب الهندي على أن يتم عقد لقاءات مشتركة على الدوام وأن يعقد مجلس الأعمال المصري الهندي ومن ثم يتم ترجمة ما يتم الاتفاق عليه على الأرض في كل ما بعد كل اجتماع بمعنى أن يكون الاتفاق يليه خطوات على الأرض تترجم خطوات هذه أو تترجم هذا الاتفاق إلى أرض الوقع إذن نتحدث عن تحول كبير تشد هذه الزيارة في التعاون المصري الهندي تمخض عنه عدد من التفاقيات تمخض عنه أيضا عن وصلت مرحلة العلاقات الثنائية ما بين البلدين في مختلف المجالات مكافحة الإرهاب والمجال العسكري والأمن والمجال الاقتصادي والمجال الزراعي إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية يعني محمد من واقع تواجدك بالعاصمة الهندية نيودالهي كيف رصدت رد الفعل الهندي واحتفائه بزيارة رئيس أسيسي للهند نعم هناك حفاوة كبيرة تظهر للعيان في مختلف شوارع نيودالهي وفي المكان الذي تقام فيها الاحتفالات غنان يوم الجمهورية عند بوابة الهند هناك انتشار لعالم المصري بجوار العالم الهندي هناك انتشار لصور السيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي وأيضا مع رئيس الوزراء الهندي هناك حفاوة غير عادية من قبل الصقافة الهندية والتي كنا نتابعها في متابعة الزيارة التي يكون بها السيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي هناك حضور كبير من الصقافة الهندية هنا لمتابعة هذه الزيارة الغامة وأيضا في وسائل الإعلام الهندية الصحفية كان هناك اهتمام كبير وتصدر مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي وحضروه إلى نيودالهي لمشاركة في يوم الجمهورية تصدر عنوين الصحف نحن نتحدث عن حفاوة بالغة تعكس عمق العلاقات ما بين البلدين وتعكس أيضا مستقبل هذه العلاقات في الأونة القادمة خصوصا مع الإيمان الحاصل ما بين القيادتين في مصر والهند فيما يتعلق بالتعامل مع الملفات الشائكة دوليا ومع التحولات وحالة الاستقطاب الموجودة على الساحة الدولية وإيمان كلا القيادتين بأن السلام هو السبيل الأمثل والحوار هو للتعامل مع كافة القضايا الدولية الشائكة مثل الأزمة الأوكرانية وأن الأزمات الدولية تشير إلى ضرورة أن يتكاتف الأصدقاء وبتأكيد هنا مصر والهند بعضهم البعض فيما يتعلق بالسلاسل للغذاء وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي لعبور مثل هذه الأزمات التي تموج بمختلف أرجاء العالم شكرا لك محمد عبدالله موفد التلفزيون المصري من يودالهي ترجمة نانسي قنقر